بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هلا بالحلوين كل سنة وانتم طيبين يلا بنا النهاردة نعمل حلوة المول ده هنعمل النهاردة السمسمية او الفلية او السفنية شايفين بقى الجمال الدقيم ارمشها وجميلة جدا ونجحة معاك من اول مرة مقدير مزبوطة جدا يلا بقى ان كنت اول مرة تشوفيني اعمل اشتراك في القناة ونمالي لايك من الفيديو عشان القناة تجبر بكو حلوين يلا نبتدع طول فطرقتي التحضير شايفين بقى الجمال حاجة كده الباشا والطعم تحف جدا انا معايا هنا كده تصع على النار فاضية جدا مفيش فيها اي مادة دهنية انا معايا ربع كيلو من السمسم انا هشتغل النهاردة المقادير اللي انا هشتغل بها بربع كيلو من المقادير انت لو حب تضعف الكمية بقى نصف او كيلو تضعفي المقادير اللي انا هقولها بتاعت العسل تمام بعدما السمسم اتحمر معايا واخد اللون هبتدى بقى اجهز العسل بتاعه كوب من السكر ربع كوب من المية وعليها معلقة كبيرة من عسل الجيلوكوز لو مش متاح عسل الجيلوكوز تقدر تستخدمي معلقتون كبار من العسل الابيض نصف اللمونة كده او معلقة كبيرة من عصير اللمون يغلي معايا على نار وسط منين هعرف كده اللي العسل بتاعه خلاص جهي سيجيب طبق كده فيه تلج او فيه موية بردة جدا لما حط كده نقطتين من المعلقة وتبقى معايا شبه المتجمدة كده شبه الاز كده زي ما انت شايفها كده مسك في المعلقة شايفين بقى كده صلبة كده شبه الاز مش طرية ولا نينة بعد كده هنزل بربع معلقة من الكرباناتو ديها الكرباناتو السودوم اللي هو احنا بنحطها على الطعمية هنقلب كده على طول زي ما انت شايفها تعمل معاك فوم هتهد النار خالص عشان ما تقعش منك من الطاصة بتاعتك او الحلة وتكون ان ان انت بتشتغل فيها تكون عميقة شوية عشان وانت بتعميل العسل ما يفورش منك وبعد كده هنزل بالسمسم كده وقلبه بسرعة كده زي ما انت شايفها بالطريقة دي هيكون في الوقت دون معايا صانية كده دهناها يعني بالزيت كده فرشة بالزيت او هيكون معايا وراء زبدة وبعد كده برضو هكون دهناها بالزيت هنزل بقى بسرعة كده هو سخني معايا ان انا ابتدي اشكله بكل كده سرعة عندي عشان بس ما يمسكش معاك وينشف لو مسك معاك وينشف مش هتقدر اللي انت تشكلي السكينة اللي انا شغالة بها ديا او بتقدر انت تشتغلي بالشيالة اللي انت بتغريفي بها الاكل اي حاجة عندك متاح لو ما فيش خالص كمان يعني انا مش قادرة اقولك ان انت تقدر تستخدم ايدك لاني تجد سخنة جدا وخلي بالك وانت بتشتغليه جبت بقى السكينة بتاعت ديا دهنتها دهنة من الزيت عشان اقدر ان انا عام الوجه بتاعها كده زي ما انت شايفها بالطريقة دي وان انا اقدر اشكلها بقى حباها تكون سميكة حباها تكون رفيعة براحتك خالص طبعا تقطعيها وتشكليها وهي سخنة لو بردت معاك مش هتعرف انت تتحكمي في القطعات بتاعتك وهتجي تكسرها كده هتبهدل منك جدا نفس الخطوات اللي انا عملتها في السمسم عملت بيها الفلية تمام كده ما استخدمت فلس دانة تقدرت بقى تستخدمي بقى حمص تقدرت تستخدمي اي نوع مكسرات انت حباك السبتاة كده على الرخامة 3-4 ساعت براحتها خالص لما اتماسكت معايا شايفين بقى النتيجة بجد تحفة جدا سهلة وبسيطة وموفرة وكمان كفاية كده اللي انت عاملها في البيت بجد تحفة جدا جربيها وان شاء الله تعجبك اي نوع مكسرات انت حباك زي ما قلتلك مئدير ربع كيلو مظبوطة جدا هنا بقى حبت ان انا ادلع نفس كده عملت كده برضو اللي هو اللوز والبندق خدت بس كده معلقتين كده من العسل يعني ما مدرش معايا في الفلية ولا السمسمية عملت معلقتين من دول ومعلقتين من دول وعملت القرص الامر دي شايفين بقى قد ايه بتقرش وامر وجميلة في نفسها حاجة بجد تحفة جدا جربوها وان شاء الله تعجبكم قولوا لي يا رأيكم في التعليقات كنتم معكم فرح خطاب يا رب تكونوا الطرق بتاعت عجبتكم بتنسيش بقى تدعميني بلايك وشاري الفيديو مع اصحابك عشان القناة تكبر بيكو حلوين جربوها بالهينا مقدما السلام عليكم